الغارات الإسرائيلية كانت متواصلة منذ ساعات الصباح أخيرها كانت على منطقة الحوش في قضاء مدينة صور بغارات متواصلة التي كانت بدأت في ساعات الليل الأمس وأدت إلى سقوط عدد من القتل جراء هذه الغارات والتي باتت تشن من دون حتى أي انذارات كما كانت تجري العادة سابقا مع انذارات للإخلاء وبعدها غارات الآن عادت هذه الغارات لتشنها الطائرات الحربية من دون أي انذار على هذه المدينة أو الأحياء التي تستهدف بسلاح الجو غير ذلك كان هناك أيضا سلسلة من الغارات استهدفت مناطق خربة سلمبرج قلوي مدينة النواطية وبالإضافة إلى كما ذكرت مدينة الخيام التي شنت طائرات الحربية ثلاث غارات على هذه المدينة بالإضافة إلى غارات في ساعات الصباح الأولى مع القصف المدفعي على مدينة بنت جبيل في إطار المواجهات نفسها والاستهدفات نفسها التي اتطال هذه المدينة قبل محاولات الدخول إليها غير ذلك كانت في ساعات الصباح أيضا هناك قصف مدفعي على بلدة مارون الراس التي كانت أيضا تشهد مواجهات أو تجددت فيها المواجهات خلال الأيام السابقة حزب الله أسقط أعلن اليوم عن إسقاط مسيرة هيرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق بلدة دير سريان الجنوبية وبعد إسقاطها غارت الطائرات الحربية على المكان نفسه حيث وسقطت هذه المسيرة كما قام باستهداف تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع المنارة والعباد أي مقابل البلدات في القطاع الشرقي غير ذلك كانت تواصلة الرشقات الصاروخية أخرها منذ دقائق رصدنا إطلاق أربعة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل الحزب أعلن عن استهداف في شمال حيفا استهدافين تحديدا واحدة لمنطقة الكريوت واحدة لقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بالإضافة إلى استهدافه النهارية ومدينة صفض ومستعمرة معلو الترشيحة لمرتين بالإضافة إلى مستوطنة برعام التي تقع خلف بلدة يارون الحدودية أيضا هذه البلدة التي كانت لا تزال تقصف بالمدفعية مع الإشارة أيضا إلى انتشار فيديو منذ بعض الوقت لجنود إسرائيليين في بلدة ميس الجبل يقومون بإحراق العلم اللبناني في أحد المنازل في هذه البلدة التي قاموا بالفعل بتدميرها بشكل كبير بمعظم أحيائها تم تدميرها بعمليات التفجير التي تقوم بها إسرائيل في معظم البلدات الحدودية ترجمة نانسي قنقر